السلام عليكم حاببا البسامع النهاردة بإذن الله هنعمل تدبيلة حلوة جدا للسمان المشوي حلوة جدا وهقولك على تكات تخلصي من الزفارة وتدبيلة حلوة جدا إن شاء الله هتعجبك وهتنرضاك بإذن الله يا جماعة الناس اللي متعرفش السمان السمان حلو جدا ومفيد جدا عن الحمام وطعمه حلوة أوي أوي تمام أقول لكم الحاجة يا جماعة نسمي الله كده والناس اللي محطتش اللايك تحط اللايك والناس اللي مشتركتش هتشترك في قناتي وترجح تاني بسرعة أول حاجة يا جماعة احنا جاببين ست سمانات حلوين كده تخنوا ملازلازين ما شاء الله تبارك الرحمن معلش يا جماعة نصوتي تعبين شوية معي شوية بلد ها دعو لي بقى إن ربنا ياشفيني أول حاجة هنجب السمان كده أي كمية عندك زي ما انت عايزة هوروكوا بقى زي هنفتحها دلوقتي من ظهرها طبعا السمان المشوي لازم يتفتح من الظهر وهقولك على تدبيل حلوة جدنا تخلص من الظفارة وتكاتل وانت بتنجعي تتخلص من الظفارة بتاعته تماما أول حاجة هفتح واحدة معاكم بس تجربة كده هوروكوا بتتفتح ازاي من الضهر الناس اللي ما بتعرفش والناس اللي أول مرة تشوفني هوروك ازاي برضو تفتحيها عادي مفيش أي مشكلة يا جماعة وياريت الناس اللي بتشوفني في قناتي بتشكر كل الناس اللي داخل في قناتي جديد وياريت دعموني باللايك عشانين تساعدوني الانتشر على فغر وبكت بإذن الله هنا يا جماعة زي ما متش شايفين كده فتحت السمانة تجربة معاكم طبعا هنضفها كويس جدا هفتح باية الكمية وهقصلهم غسلة حلوة جدا زي ما انت هتشوفوا دلوقتي انا كده فتحت معاكم اتنين هكمل لنا بقى باية الكمية وارجع لكم تاني اول حاجة يا جماعة لما تجي بقى تنقعي الحمام لازم تنجيب في لمون وشوية ملح ولازم جنزبيل فرش اه جنزبيل فرش بلاش المطحون يا ريت بلاش المطحون المطحون بيلبد على اللحمة وبالما بتجي تتخلص منه كده مش مستحب هنا خلصنا باية الكمية فتحتها كلها زي ما تشايفين بالشكل ده هروح بقى اقصلها غسلة كويسة جدا وبعد كده سيبها في المصفة تتصفها وحصر عليها لمونة لازم تسفها بالمصفة تتصفها عشان الماء اللي فيه بعد كده هنا هجيب بصل طيل هبشورهم او تضربهم في الكبة زي ما انت عايزة وحباية طماطم مبشورة ولو عايز تضيفي فلفل حامي ضيفي مش عايزة خلاص حطي اول حاجة هنضيف شوية زيت بابريكا فلفل اسود بوهرة مشكلة هنضيف جسط طيب وهنضيف ورقة لاورة صحيحة ورقة لاورة مش عارفة وهنضيف ادربة فاسستو مطحونين او مدقوقين او في اي حاجة مهم يكونوا اي نعمين زي كده تمام لازم يا جامعة جسط الطيب برضو جسط الطيب بتدي السمان طعم حلو جدا والناس اللي ما بتحبش السمان ونحط بقى الملح قافية من الحمان بكترى على فكرة وهنضيف لو منتين حلوين كده او لامونة زي ما انت عايزة وهنضيف ورقة لاورة سليمة تمام نحط بقى ورقة لاورة سليمة معهم برضو اصدر لاورة معلش انا الزلط يتعبني شوية ولازم تحصري لامون وظبتي بقى بفلفل اسوط بهارات مشكلة زي ما قلتلك اي بهارات عندك بتدي طعم حلو جدا لو عندك شوية كمون كصبر هنشفح وحط برضو بتدي طعم حلو جدا هنين اللامون الزحلاء يتمين معلش عدهال وعدهال بس كده يا جماعة هنروح بقى خلطين التدبيلة دي كلها مع بعضها كده انتو شايفين وهنضيفها على السمان ما يقلش عن تبيتها بيوم او مثلا لو هيتشو اخر النهار يبقى التدبيلها من اول النهار او اقل حاجة تكون في ثلاث ساعات في التدبيلة عشان تدي طعم حلو جدا للسمان زي ما انتو شايفين كده شايفين يا جماعة السمان نما تغسل وتنظف وبقى شوفوا لونه ابيض ازاي ما شاء الله حاجة تشاهي بجد يعني جراب التدبيع دي وعلى ضمنت بعد كده هنضيف التدبيلة وهندعاك كده شوية مع بعضين بعد كده هنسيبه بقى في التلاجة قده انا كنت متبلها من الليل عشان تاني يوم كنا طلعين شوي تمام لازم متبلها بليها بيوم بس بيبقى حلو جدا يا جماعة وفي الشاوي طبعا ايه ما بياخدس وقت في الفحم لان هو بيستوي على طول بس بقى امنة ربنا هو بيبقى اطعم الحمام بكتر جدا بجد بيبقى بص هنا انا كنت حطيت بقى الحاجات على الفحم زي ما انت شايفين كده زي ما انا قلت لكم انا هو بالليل اهو كنت متبش بالليل في الحديقة بالمناسبة احنا في حديقة الخلدية الناس اللي متعرفناش احنا في السعودية يا جماعة احنا مصيرين مقومون في السعودية تمام هنا بعد كده السمان بعد مش اه اتحمر كده يا لهوي انا كنت عايز اكله هو في الصورة حطيت بقى شوية بقدونس كده في الارضية وطلحت الحمامي اللي قصد السمان الجامد ده ولو اعجبكم الفيديو حطوا لايك واشتراك والسلام عليكم